اجتمع اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كبار رجال الدولة بشأن سد النهضة الاجتماع كان توجيه أو توجيهات أو حزمة من التوجيهات الرئاسية إلى المجتمعين مع سيادته لضرورة عنوان عريض الحفاظ على حقوق مصر المائية ده عنوان رئاسي تعليمة رئاسية إلى مين؟ إلى هؤلاء كبار رجال الدولة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الخارجية وزير الداخلية وسيد وزير الرأي ومدير رئيس المخابرات العامة ووزير الرأي الدكتور محمد عبدالعاطي والاجتماع كان بحضور رئيس مجلس الدراء الدكتور مصطفى مدولي زي ما احنا شايفين في الصورة الاجتماع كان الرئيس خلال عقب عودته من لندن مساء أمس وسبقها زيارته إلى برلين بشأن الأزمة الليبية وقبلها كان افتتاح قاعدة العسكرية في برنيس وبعدها كان زيارته إلى شرم الشيخ لحضور مهرجان تراثي كل هذا في هذه الأثناء كان هناك اجتماعات في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزير الخارجية وزير رأي مع وزراء الخارجية والرأي في السودان وإثيوبيا بحضور الرئيس الأمريكي وبرعاية وزارة الخزانة الأمريكية الوصيف في هذا الإطار هناك تحركات إيجابية قرحرست على المستوى الفني والمستوى التقني وإدارة الأزمة وأيضا فترات الملء وسنوات الملء كل هذه التفاصيل الفنية وخرجنا ببارقة أمل أو أمل حقيقي خلال الجولة الأمريكية التي تمت في واشنطن وهناك أيضا جولة تالية هذه الجولة إن شاء الله تبدأ خلال ساعات هذه الجولة هي جولة الأهم اللي ستم فيها ترتيب والأوضاع والخروج بمخرجات جاهزة وقابلة للتوقيع خلال أيضا أيام من الآن الرئيس بيتابع ما جرى بيطمئن على الوضع الحالي بيخطط ويرطب مع كبار أركان الدولة إلى الجولة القادمة القضية بين يدي المسؤولين في الدولة لن يكون هناك تهاون ولن يكون هناك تنازل ولن يكون هناك أي نوع من أي عمل يؤدي في النهاية إلى التفريط في حق مصر المائي يعني كان العنوان العريض الرئيس بيوجه بضرورة الحفاظ على حق أو حقوق مصر المائية في خلال هذا الاجتماع اللي بينعقد خلال هذه الساعات في السودان نهاردة وبكرة بإذن الله جولات مكوكية عمل دقوب مفاوضات قانونية وفنية بتتم الآن وهناك إطار سياسي واضح هناك مجموعة من الدرجات في هذا العمل ربما تنتهي إلى اتفاقات رئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السئيسي ورئيس الوزراء الإيتيوبي أبي أحمد لكن في كل أحوال الأمور بتسير في هذا الاتجاه الإيجابي تطرخ اجتماع إلى عرض من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الترهاب ده الاجتماع اللي قدامنا لحضراتكم بتابعينه بحضور السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع القائد العام وقوات المسلحة وسامع شوك لوزير الخارجية الدكتور محمد العاطي وزير الموارد المائية ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ده الاجتماع اللي قدامنا اللي كان بفيه منخشة مضوع صد النهضة حقوق مصر المائية والشقة الآخر كان عبارة عن التدابير اللي بتاخدها الدولة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على حدود مصر سواء من الناحية الغربية أو من كافة النواحي الأخرى طبعا أنا أتصور صورة قدامكم وتعليق مني أو من جملائي أو تغطية صحفية أو بين صحفي لكن دائما بنعلم أن ما نتدوله في الإعلام ربما يكون هو مسموح اللي احنا بنرفه أو الجزء اللي احنا بنرفه لكن حقيقة الأمر اعلموا وأنا على يقين أنه الدولة بتدير ملفتها بمنتهى القوة وبمنتهى الحسب وبمنتهى الوعي ولا يوجد أي خط أو أي خط أحمر أمام القيادة إلا مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب